السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية الله بالصف السادس معكم مس وعد اليوم درسنا مهم جداً درس التحليل إلى العوامل بداية يا سادس بدي إياك تنطلق من عنوان الدرس أول إشي بدك تعرف شو يعني تحليل؟ طبعاً كل إيجادة منعرف تحليل يعني تجزئة أو تقسيم تمام؟ بس إيش يعني العوامل؟ هاي الكلمة مهمة جداً بدك تتعرف عليها اليوم العوامل يا سادس هي الأعداد التي يتكون من حاصل ضربها العدد كيف يعني يا مس؟ اطلع على الستة لو سألتك الستة من وين إجت؟ الستة عبارة عن حاصل ضرب إيش في إيش؟ أنت مباشرة رح تحكيلي الستة يا مس هي عبارة عن واحد ضرب ستة أو ثنين ضرب ثلاث شايف هاي الأعداد؟ شايف لما سألتك الستة من وين إجت هاي الإجابات اللي جاوبتني إياها؟ هاي بسميها العوامل هاي هي عبارة عن أعداد حاصل ضربها بيعطيني العدد اللي أنا بديه تمام؟ إذن العوامل هي الأعداد اللي بيتكون من حاصل ضربها العدد تمام؟ الآن بديك تعرف ملاحظة مهمة جدا أن الأعداد تصنف إلى نوعين أعداد أولية وأعداد مركبة وتسمى غير أولية الأعداد الأولية يا سادس لها بس عاملين فقط عاملين لا غير إيش هم العاملين؟ هم الواحد والعدد نفسه يعني لو جيت على الاثنين قلت لك يا سادس الاثنين من وين بتجي؟ عبارة عن حاصل ضرب إيش في إيش؟ رح تحكي لي إنها عبارة عن حاصل ضرب اثنين ضرب واحد رح أسألك في غير هذول الأعداد بقدر أحصل من الاثنين عن طريقهم؟ رح تحكي لي لا بما إنه الاثنين ما بقدر أحصل عليها إلا من الواحد ضرب اثنين إذن هذا عدد أولي كذلك الأمر بالنسبة للثلاث ما إلها عوامل ما في أي عددين بضربهم في بعض بيعطيني ثلاث إلا الثلاث والواحد والخمسة كذلك الأمر وفي الكثير من الأعداد لكن هذول الأمثلة بس حبيت أطرح لك إياهم الأعداد المركبة من اسمها مركبة يعني إلها أكثر من عاملين زي الستة شفنا إلها واحد وستة واثنين وثلاث التسعة كذلك الأمر وعندك الاطنعش اطنعش عبارة عن واحد ضرب اطنعش اثنين ضرب ستة ثلاث ضرب أربعة تمام؟ إذن إذا كان للعدد أكثر من عاملين بسميه عدد مركب عندك يا ساد السؤال واحد صفحة واحد وثلاثين ما أعطيني مجموعة أعداد بده إياك تصنفها لأعداد أولية وأعداد مركبة الآن باجي للتسعة وعشرين هل في عددين بضربهم في بعض يعطيني تسعة وعشرين؟ رح تحكي لي ميس عبارة عن واحد ضرب تسعة وعشرين وما في غيرهم بما أنه ما إلها عوامل إلا الواحد والتسعة وعشرين إذن هاي عبارة عن عدد أولي التسعة وعشرين ما هي عوامل التسعة وعشرين؟ الواحد والتسعة وعشرين وما في غيرهم إذن عبارة عن عدد أولي التسعة وستين عدد مركب ولا أولي؟ شوف يا سادس بدي أعطيك هاي الطريقة عشان تعرف العدد المركب من العدد الأولي بدك تسترجع قواعد قابلية القسمة كيف يعني؟ تعال على التسعة وستين بدك تسأل حالك إيش عواملها؟ بدي أستخدم قواعد قابلية القسمة يعني أحده مش زوجي لا يقبل القسمة على الاثنين يعني الاثنين مش من عوامله انسى موضوع الاثنين خلينا نشوف الثلاث تسعة زائد ستة خمسطعش الخمسطعش من عوامل الثلاث إذن هذا العدد يقبل القسمة على الثلاث يعني الثلاث من عوامله هيا سادس اكتشفنا أنه التسعة وستين لها عامل غير الواحد والتسعة وستين الثلاث أيضا من عواملها إذن خلاص ما بغلب حالي وأبحث مباشرة أحكي أنه عدد مركب استخدمت قواعد قابلية القسمة شوف هونه كمان المثال هذا ثلاثمية وتسعين شوف أحدها صفر أحدها صفر يعني تقبل القسمة على عشرة وتقبل القسمة على خمسة عفوا تقبل القسمة على عشرة فقط فقط تقبل القسمة على عشرة إذن العشرة من عواملها يعني مش بس عواملها واحد وثلاثمية وتسعين أيضا العشرة من عواملها إذن بنسى موضوع عنها أولي بحكي هاي عدد مركب الخمسة وخمسين اتطلع أحدها خمسة يعني تقبل القسمة على خمسة يعني شو يعني الخمسة أحد عواملها بما أن الخمسة أحد عواملها يعني مش بس عواملها الواحد والخمسة وخمسين إذن بحكي إنه عدد مركب بالنسبة للواحد وثمانين واحد زائد ثمانية تسعة التسعة من عوامل الثلاث إذن تقبل القسمة على ثلاث وأصلا أنا من حفظي لجدول الضرب بعرف إنه الواحد وثمانين عبارة عن تسعة ضرب تسعة إذن الواحد وثمانين عدد مركب لأنه له عوامل غير الواحد ضرب واحد وثمانين تمام يا سادس إذن شو يعني عامل؟ عامل هو عبارة عن من وين بيجي العدد عبارة عن كيف يجي العدد اللي معطيك إياه السؤال حاصل ضرب إيش في إيش الأعداد تصنف إلى أولية مركبة أولية فقط إلها عاملين فقط لا غير العدد اللي أنا معطيك إياه والواحد الأعداد المركبة إلها أكثر من عاملين الآن بعد ما تعرفنا على الأعداد الأولية والأعداد المركبة خلينا ندخل على موضوع التحليل التحليل زي ما حكيت لك هو عبارة عن تجزئة قسمة العدد اللي معطيك إياه السؤال بقدر أحلل باستخدام طريقتين إما طريقة الشجرة أو طريقة القسمة المتكررة خلونا اليوم نتعرف على طريقة الشجرة مثلا حلل العدد 24 إلى عوامل الأولية ليش سموها طريقة الشجرة؟ من اسمها بتشبه الشجرة هايها أمامك شايف كيف إلها فروع؟ بحط العدد اللي معطيني إياه السؤال وبطلع منه سهمين شو يعني هذول السهمين؟ هذول بدهم يأشروا على العوامل إنه يعني 24 هي عبارة عن كذا ضرب كذا أنا مثلا بدي أحط إنه 24 هي عبارة عن 4 ضرب 6 لو حطيت أنت أعداد غير هاي الأعداد بالنهاية بيطلع الجواب النهائي نفسه خلينا نبلش 24 هي عبارة عن 4 ضرب 6 بكمل الأربعة عبارة عن 2 ضرب 2 الستة عبارة عن 2 ضرب 3 ليش وقفت هون يا سادس؟ وقفت هون لإني وصلت لأعداد أولية ما في مجال أحللها أكثر من هيك يعني الاثنين هي عبارة عن إيش؟ واحد ضرب 2 معناته أنا وصلت لعند عدد أولي فالعدد 24 واللي هو عدد مركب عبارة عن 2 في 2 في 2 في 3 هاي هي العوامل الأولية اللي أنا ما بقدر أحللها أكثر من هيك تمام؟ هاي طريقة الشجرة خلينا نشوف سؤال 2 صفحة 33 سؤال 2 صفحة 33 ألف ما أعطيني شجرة ولكن فيها أعداد مفقودة الـ 75 عبارة عن عدد في 5 إيش هو العدد؟ طبعا العدد هو 15 كيف عرفنا؟ بقسم 75 على 5 بتعطيني 15 الآن الخمسة هي عبارة عن عدد أولي أما الـ 15 فهي عبارة عن 3 ضرب 5 الـ 63 الآن هون كان في عندك دائرة فارغة 7 ضرب 9 63 السبعة عدد أولي ما بقدر أحلله أكثر أما الـ 9 بتتحلل لـ 3 ضرب 3 تمام؟ با حلل العدد إلى عوامل الأولية العدد 40 بدي أحلله لعوامل الأولية الآن يا سادس ممكن حدا منكم يحكي إنه الـ 40 عبارة عن 5 ضرب 8 مثلا والـ 5 عدد أولي شايفين؟ خلص بوقف هون ما بقدر أحلل أكثر أما الثمانية هي عبارة عن 2 ضرب 4 الـ 2 وقفت عندها لأنها عدد أولي أما الـ 4 هي عبارة عن 2 ضرب 2 يعني الـ 40 تساوي شوف كيف بمشي 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 في ناس ممكن يحكي إنه الـ 40 هي عبارة عن 4 ضرب 10 والـ 4 هي 2 ضرب 2 والـ 10 هي 2 ضرب 5 شوف يا سادس بالنهاية بيطلع نفس العوامل الأولية هذا اللي حكيت لكم إياه هون مهما اختلفت الأعداد هون نفس العوامل الأولية بتطلع بالجواب النهائي تمام؟ هيك بيكون خلصنا الجزء الأول من درسنا هو إنه كيف نتعرف على العدد الأولي والعدد المركب وكيف نستخدم طريقة الشجرة وكيف نتعرف على العدد المركب وكيف نتعرف على العدد المركب